احنا بقى اقدم للخبر ده عشان هو خبر يعني انا حضرة بمثل بيك يا هميم طبعا حضراتكم عارفين طبعا مشاهدي اكستر نيوزن وزمنها مجاهد زميل قدير ويعني قديم في الاخبار مش بكبرك في السن بس يعني خبرة في الاخبار وقراءة نشرات الاخبار فالحقيقة واحنا قبل الهوى عادين بندردش بقوله تخيل انت لو كان حصل معاك نفس اللي حصل مع المزيع الياباني او المزيعي زملقنا المزيعيين اليابانيين وهم عادين يقلوا نشط اخبار ثلاث مزيعيين يابانيين عادين بيروا نشط اخبار في التلفزيون الياباني وفجأة هب وحصل زلزال اتنين منهم ارتبكوا جدا وحتى يعني هم حاولوا يحرام يداروا وإحنا طبعا كمزيعيين بنبقى عارفين ان الخضة دي او القلق ده اللي بيحصل لأسباب كتير قوي والواحد بيحاول يتغلب عليه بيبقى صعب لكن المزيع التالت الحقيقة ما بنش عليه نهائي يعني حتى ماشاء الله لم يتقد اعصابه اطلاقا وكأن شيئا لم يكن انت يا همام طبعا بعد الشر بعد الشر ربنا يا رب يحفظ مصر مصر وسائر البلاد من اي كوارث طبعية بس لقدر الله كده حصل في هزة حصلت في الستوديو حاجة كده كده رد فعلك هو الرد فعل مش هيكون متوقع طبعا يعني لكن الواحد بيأمل ان يكون عنده ثبات نفسي وانفعالي في اللحظة اللي زي دي وانا اعتقد يا مينا برضو من اهم صفات مديع الاخبار تحديده ان يكون عنده الثبات النفسي والانفعالي صح طول الوقت احنا بنتكلم وبنقول اخبار حوادث وجرائم وحروب وصراعات فانا مش عايز اقول ان المديع الاخبار اتعود على كده لان اظن ان التعود ده مش حاجة مش لطيفة يعني في حوادث سلبية زي دي لكن لازم يكون عنده الثبات الانفعالي ده انا مش عارف سعيتها ايه لا يحصل لكن خلينا اضرب لك مثال ايام الاحداث اللي يعودها يعني احداث الانفجارات حصل واظن الفيديو ده منتشر كان فيه انفجار حصل وراي وانا على الهواء وكملت التقطيع بشكل طبيعي لكن انا لو حد كان سألني السؤال ده قبلها ممكن كنت اقول لا ممكن اجري ممكن اهرب ممكن ياسيب الكاميرا وامشي سبحان الله انه بقي ثبات الفعالي حصل سعيتها ده بيحصل في وقتها فانا مقدرش اتوقع اقول لا انا انا اياما هناك يعني وهقف وهكمل لكن الحاجات دي ما بتكونش متوقعة ده لو لقدر الله حصل زلزال لو لقيت قطة في الاستوديو هو انا تحديدا مش عايز اقولك ايه وعد اقولها لا مش بخاف من الحيوانات ايه وعد اقولها لكن خلينا اقول بقلق انت قاعد جنب اكتر واحدة في الكون بتحب الحيوانات وبتحترم الحيوانات لا انا ما عندش مشكلة معهم ايو اكت لكن بقلق من الحيوانات قطة يا همم قطة حد يقلق من قطة يا همم انت منهم انت منهم